اللي حلم بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخبرنا عليه الصلاة والسلام من رأني فقد رأني صلى الله عليه وسلم نعمل إيه عشان نشوفه نتعلق بسيرته ندافع عن سنته نكثر من الصلاة والسلام على حضرته نملأ القلوب بمحبته لو حبينا حضرة النبي أكتر من أمولنا وأولدنا وأهلنا ومن كل حاجة أروحنا هتتأهل لتلتقي بروحه الشريفة لأن سنتنا النبي ما بيغيبش عن أحبابه أبدا ممكن حضرتك تشوفيه ممكن حد من الصالحين يقولك أنا شفتك مع سنتنا النبي سنتنا النبي بعث لك رسالة كل دي بشارات يوجو بعض المتنطقين بشارات إيه دا الواحد ممكن يعني قلبه يوقف من الفرح يوجو بعض المتنطقين يقولك هونت كل حاجة بتقوله الرؤية آه بنقول الرؤية لأن سنتنا النبي يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قال وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصادقة يراها الرجل أوطورة له دا سدن الإمام البخاري أورت في المعلقات وكل معلقاته صحيحة إن العباس بن عبد المطالب عم حضرة النبي شافحوها أبو لهب في المنام فقال له يا أبا لهب أين أنت؟ قال له أنا في النار أعذب إلا أني يخفف عني في كل يوم اتنين لفرح بميلاد محمد لما ولد سيدنا النبي كان عمه فرحان آه ستين ثويبة جاريت أبي لهب زفت إليه البشرى ولدت زوجة أخيك ولاد وسموه محمد قال له أنت حرة ففارح بميلاد حضرة النبي في يوم الاثنين يوم الولادة فيخفف الله عنه العذاب كل يوم اثنين فيقول أحد العارفين إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا مبالنا باللي مشغول بسيدنا النبي وبيصلي عليه وبيقرأ في سيرته ويعيش مع سنته وبيحتفل بيه صلى الله عليه وسلم الاحتفال هل يجوز أن احنا نعمل قادة ويبقى فيها نشيد ويبقى فيها ذكر ويبقى فيها دعوات الأنشيد تحديدا جرت العادة في أزهرنا الشريف وفي مساجدنا العامرة في مصر أننا في كل عام من أول المولد إلى آخره نحيي الاحتفالات بالمولد الشريف لنحيا نحن بذكرى الاحتفال نحن بنحيا ذكرى حضرة النبي نحن بنحيا بذكرى حضرة النبي نعمل الاحتفالات في المساجد أنا كل يوم في بلد وكل يوم في مسجد وبالمناسبة يعني في مصر وخارج مصر ونذهب إلى أكثر من بلد لنحيي الاحتفالات بالمولد النبي والشريف واحتفالنا بسيدنا النبي عبارة عن قراءة القرآن دروس العلم والوعظ والإرشاد والمدائح النبوية المدائح هي الإنشاد النشيدة أقصر الطرق التي تقرب الإنسان من قلب رسول الله تجعلني متعلق بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض يقول لك المعازف حرام اللي مش هارفئي الحاجات دي رأيك نحن إنشادنا بتاع إزاعة القرآن الكريم لابتهالات والتوشيح الدنيا